ولذلك إلى يوما هذا تجد أن كثيرا من الناس لا سمع من ينتسب للدعوة يسمونه جماعات مع أن الإسلام ليس فيه إلا جماعة واحدة قال إذن جماعة المسلمين وإمامهم قال كل في النار إلا واحد قال من هي رسوله؟ قال الجماعة يعني لم يأتي لفظ جماعات جماعة فهؤلاء الفرق اللي يسمون أنفسهم جماعات كثير منهم ينتفض عندما يسمع كلمة ولي الأمو لأن أصد دعوته ماذا؟ هو يريد أن يكون هو للأمر فالمنافس الأكبر عندما الحاكم خضيته الكبرى الحكم حتى بلغ في بعضهم يقول حتى الشرك هؤلاء جهلة حتى الصلاة مش مهم أهم شيء الحكم ها شوف حتى الصلاة لعموذ الإسلام أهم شيء الحكم مع أن الحكم ما هو إلا ماذا إخوان؟ وسيلة ولا غاية؟ وسيلة لإقامة الدين الغاية هي إيش؟ بات الله أحد ولا شريك له قال جل وعلا وما خلقته الدين والإنساء إلا زل يعبدون فالعكم والترتيب حياة الناس ومتى لا يبغي بعضهم على بعض وحتى يفصل بينهم في المشادرات والنزاعات مش غاية أن الواحد سرحاكم بل أنه لن يؤمر أحد على اثنين أو ثلاثة إلا سول عنهم يوم القيام لكن هذه الشهوة في نفوس الناس وهذه من حكمة الله عز وجل لو أن الناس لا تشتهي الحكم وزهد الكل بالحكم لبقي الناس بلا حكم فحينها يبغي بعضهم على بعض يعني كيف رب العالمين جعل مثلا ميول الذكر للأنثى وميول الأنثى للذكر لو أن هذا الشي تخطه الناس ما عاد يشتهي الرجال للنساء ولا النساء للرجال ما رح يصير فيه جنس من الإنسان بين آتف ينقرب لك تبقى هذا الشي موجود في نفوس الرجال والنساء حتى يبقى جنس الإنسان نوع الإنسان ما ينتهي سيبقى هذا إلى أن توقع مساء فحب الحكم هذا عند المسلمين عند الكفار عنده للبدع الكل يسعى إليه لذاك تجد حتى في بعض البلاد اللي لا يكاد ينتهي حكم حاكم إلا بالقتل يقتل وشافه قبل أربعة خمسة ستة عشر ومع ذلك يأتي يحرص لأن يكون حاكم هذا أمر الله حتى الكفار يحتاجون إليه بل حتى الحيوانات والطيور تجد لها قاعد يقود ما تسلك حياة الناس إلا بحاكم وحكم إلا بآمن ومأمور لكن الإسلام رتب هذا ونظمه ما حرم أن يكون إنسان حاكما ولا منع من ذلك بل أمر أن يولى الوالي وأن يسمع له ويطاع بالمعروف وذكت له حكام كثيرة ترجمة نانسي قنقر